السلام عليكم يا رب تكونوا بخير اهلا بكم في الدرس الرابع من دروس تعليم فن الباتشورك درس النهاردة هنتعلم ازاي نعمل بلوك ده ونعمل كمان شكلين هنحتاج قطعتين قماش مقاس 15 في 15 سنتي هنحط القطعتين على بعض بحيث يكون وش القماش لوش القماش وضهر القماش برا لنا هنسبت القطعتين مع بعض بالدابيس هنخيض المربع كامل كله اه طبعا زي ما متعودين مش هقص فيديو الخيوطة علشان تكون الخيوطة واضحة اه كاملة ليكم اه هنا انا بخط المربع كامل المربع كله اه هنه هنه خلص الخيوطة اه ده شكله ده شكل القطعتين مع بعض انا بخيوطة المربع كامل اه هنا هنقص القطع سنضع المصطرة من الزاوية للزاوية ونقص خط مستقيم باستخدام القطر زي ما متعودين وبنفس الشكل كده نقصتها القطعتين هالف المصطرة ناحية التانية واقص خط مستقيم من الزاوية للزاوية الثانية باستخدام القطر برضو بنفس الشكل كده معي اربع قطع مربع نصف مسلس الوحدة دي تعلمناها في الدرس التاني وطبعا الخطوة المهمة جدا وهي خطوة الكوي هنفتح مسافات الخياطة ونكويها ونفتح مسافات الخياطة بنفس الشكل وبنكويها علشان شغلنا يكون مرتب ونظيف وطبعا زي ما متعودين وتعلمنا دي خطوة مهمة جدا في البيت شورك ده شكل الاربع قطع بعد بعد الكوي هنعمل تهذيب للقطع هنعمل القطع مقاس 9 في 9 سنتي طبعا التهذيب هو نفس تهذيب قطعة المربع نصف مسلس اللي تعلمنا في الدرس التاني هنعمل القطع مقاس 9 في 9 سنتي ده شكل الاربع قطع بعد الكوي وبعد التهذيب هنحتاج اربع قطع مقاس 5 في 5 سنتي على ظهر القطع هنرسم خط مستقيم من الزاوية للزاوية هنرسم الاربع قطع كلهم على ظهر القماش هناخد القطع بتاعتنا اللي هي مربع نصف مسلس وهنحط عليها المربع مقاس 5 في 5 سنتي هنحط وش القماش على وش القماش وضهر القطع الصغيرة لنا برا واخدي بالك انا حط ازاي المربع بحيث الخط اللي انا رسمها شكله ازاي لسن دي خطو مهم هتفرق جدا لو حطيت الخط ده غلط لو لفيت المربع بشكل تاني ههديك شكل مختلف خالص تمام اه ده كده شكل الاربع قطع حطينا عليهم القطع الصغيرة هنخيط على الخط الازرق اللي احنا رسمناه خيط خط مستقيم على الخط اللي احنا رسمناه بنفس الشكل بالضبط ده هنا الشكل بعد الخياطة هنسيب صمتي بعد الخياطة ونقص الزيادات اللي برا بنفس الشكل بنسيب صمتي بعد الخياطة وبنقص اللي برا ده احنا مش محتاجين ويها نكويها طبعا هنفتح مسافات الخياطة ونكويها ده شكل الوحدات بعد ما خلصناها بعد التهذيب وبعد القص وبعد الكعو هنبدأ نحرك الاربع قطع عشان تدينا تلات اشكال مختلفة ده كده اول بلوك هتحرك القطع بنفس الشكل هتديكي البلوك ده وده شكل البلوك التاني وده شكل البلوك التالت لكن للأسف فيه غلط حطيت قطع غلط فهوضح لكم الغلط والطريقة الصح ليه ده الغلط في القطع دي وده صح تقدري تختاري شكل من الثلاث اشكال انا اخترت شكل البلوك ده وعملته تقدري تعملي ثلاث اشكال مختلفة بطريقة سهلة جدا وبسيطة انا الشكل اللي اخترته كنت عملت منه مخد قبل كده وانا بتعلم وكده نكون خلصنا درس النهاردة هستنى تطبيقاتكم على الجروب مع السلامة